بمناسبة عيد الميلاد المجيد بتمنى لك ولكل أسرتك عيد سعيد وسنة مباركة مثمرة من كل ناحية وصلاة هاي السنة تكون سنة خير وبركة وسلام وفرح ومحبة على الجميع ولسيما اللي بشاهديونا احنا ما زلنا في موسم الميلاد عادة موسم الميلاد هو في شهر ديسمبر حتى نص يناير أو حتى أكثر بحسب التقويم الشرقي أو الغربي ولكن احنا في زمن الميلاد في موسم الميلاد عيد الميلاد هو عيد الطفولة عيد المحبة عيد الفرح عيد العطاء عيد العائلة هو عيد اللي كل سنة بنتذكر في ولادة ربنا يسوع المسيح وبنتأمل في هذه الولادة العجيبة ومنحاول نقصها نحكيها لأولادنا ونحكيها للناس اللي حوالينا سواء في الأسرة في البيت سواء في الكنيسة وسواء عبر شاشات التيفي أو التواصل الاجتماعي من سنة لسنة نحاول نتكلم عن ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الموسم فيه بهجة فيه جمال فيه رونق فيه معايدي فيه زيارات فيه طبعا صفحة جديدة تنسى الماضي تنسى الحقد والضغينة والحسد وكل الأمور السلبية ومنحاول نبتدي بصفحة جديدة نبتدي بداية جديدة في موسم جديد حتى نشوف هذا الطفل اللي تجسد في بيت لحم هو الإله القدير المخلص العجيب اللي قام بمشروع الخلاص لكل الجنس البشري هذا ما نحتفل به في هذا الموسم وفي هذا التوقيت ترجمة نانسي قنقر